أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أربعة قرارات جمهورية بشأن تخصيص قطع أراضي لعدد من المشروعات التنموية ونشرت الجريدة الرسمية القرارات الجمهورية متضمنة تخصيص قطعتين من الأراضي ناحية شرق العوينات بالوادي الجديد استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع إضافة إلى تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة محطتي شبكات معلوماتية لنهر النيلة كما تضمنت القرارات الجمهورية تخصيص مساحة من الأراضي بمحافظة المينيا لإنشاء مرسا نهرية وأخرى لإقامة محطة محاولات كهربائية